والآن موعدنا مع أهم أنباء المال والأعمال بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة ليلى عمر إليك ليلى شكرا لكم محمد وإيمان ونتابع معكم أهم وآخر الأنباء الاقتصادية نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحة التواصل الاجتماعي لروابط إلكترونية منسوبة لهيئة البريد المصرية بزعم الإعلان عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين وأوضح المركز الإعلامي أن تلك الروابط وكذلك الإعلانات المتداولة وهمية ومزيفة ولا علاقة لهيئة البريد بهم مطلقا مشددا على أن الإعلان عن أي مسابقات خاصة بالبريد المصري يتم بشكل رسمي من خلال قنوات الاتصال الخاصة بالهيئة محذرا المواطنين من الانسياق وراء تلك الروابط المزيفة التي تستهدف استغلال بيانتهم الشخصية استقبل مطار القاهرة الدولي أول فوق سياحي صيني قادم إلى مصر منذ ثلاثة أعوام ليكون هو الأول منذ جائحة كورونا حيث نظم مطار القاهرة استقبالا خاصا للفوق السياحي لأول مرة منذ ثلاث سنوات يصل وفد سياحي صيني لمطار القاهرة الدولي بعد انتهاء جائحة كورونا ورفع إجراءات حظر السفر في العالم عليهم لتكون مصر أولى دول العالم التي تستقبل وفودهم على أرض السلام الاستقبال جاء في أجواء احتفالية نظمها المطار عبر إهداء الوفد هداية ذكارية تعبر وتؤكد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والصين احنا بالنسبة للسياحة الصينية اجتمعنا من حوالي أسبوع مع علي السفير السفير الصين في مصر واتنقشنا في وجه نظرنا في زيادة الرحلات للصين والحقيقة كان عنده رغبة جديدة جدا أنها تزيد فقدمنا طلباتنا وهو سعيدنا الحقيقة ووعدنا أن احنا الاعتمادات دي هتبقى في قرب وقت اللي هي في آخرها ان شاء الله أن احنا هيكون عندنا حوالي سبع رحلات لجوانزو في الأسبوع ثلاث رحلات لجوانزو بكين اللي هي كانت وقفة خالص فان شاء الله تبقى ثلاث رحلات السوء الصيني الحقيقة بيتميز بأنه فيه أكتر من 1.4 مليار نسمة لو جبنا منهم 10% فده نقدر نكون وصلنا للتارجت اللي احنا حطينه لنفسنا ان شاء الله الحقيقة النهاردة في لقائي مع سيادة السفير اتفقنا على نقاط عديدة هامة جدا جدا كيفية استقطاب السائح الصيني يقدر الخدمات اللي احنا بنقدمها مصر والصين الحياة عندهم التاريخ عريق تاريخ وحضارة كبيرة وبالتالي ساح الصيني يتميز بأنه بيقدر هذه الحضارة وهذا التاريخ تي بي جونجو يوكا لأيجي نما我想強調的是 首先 هو من الظناء اليوم هو اليوم محتفل به لأنه بعد ثلاثة عوام من الجايحة قد شاهدت التحسن للإجراءات السينية لمكافحة الجايحة واليوم قد جاءت لمصر أول الفوج السياحي وحيث يعتبر بأنه الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السيني ومصر تطورا حميقا وتعتبر الصيني ومصر الصديقاني حميميني وقد شاهدت الإجراءات لمكافحة الجايحة يدا بيد على مدار سلاسة السنوات فقرات فنية واحتفالية مختلفة لاستقبال 25 سائحا صينيا ضمن هذا الوفد والذين عبروا عن سعادتهم بهذا الاستقبال واستعدادهم لبدء البرنامج السياحي المعد لهم للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية الخلابة التي تتمتع بها مصر باعتبارها الوجهة السياحية الأهم في العالم نحن النهاردة كان معنا حدث مهم أن من أوائل الدول اللي قررت الصين تفتح عليهم السياحة الصينية أو تكذب لهم السياحة الصينية هو السوق المصري من ضمن 20 دولة فقط نحن بنتكلم عن تقريبا أول أو تاني فوق سياحي يخرج من الصين لدول العالم مسافر شغل مرتين فقط بس لدولة أفريقية فدي أول مرة ييجي فيها مصر هو مدرس إنجليش فبالنسبة له بيعلم دائما الطلبة بتوعه أنه هما إزاي بالنسبة لمصر لأنها دولة ذات عراقة واحدة من الحضارات الأربعة الكبرى العالمية إن وجاء هنا أشوف دولة حضارتها عدة 7000 سنة عايز يشوف الأهرامات اللي بالنسبة له هي بعلها 5000 سنة عايز يشوف التاريخ المصري عايز يتعرف أكثر على الحضارة المصرية بتاعتنا وطبعا منباهر بالاستقبال استقبال أول وفد سياحي صيني يأتي بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية الصينية لمصر والذي أكد زيادة عدد السياح الصينيين واستئناف الرحلات ليتجاوز مستوى ما قبل كورونا مع تأكيد مصر على توفير كل سبل الراحة لهم وتأمينهم استمرارا للشراكة المتميزة بين البلدين محمود جميل التلفزيون المصري تصدرت مصر قائمة أعلى عشر دول في أفريقيا انتشارا في خدمات المعلومات الرقمية والإنترنت وذلك وفقا لتقييم الاتحاد الدولي للاتصالات وخدمات المعلومات الرقمية عن خدمات الإنترنت في أفريقيا لعام 2022 وأشهد التقرير بما حققته مصر من نجاحات وإنجازات في الأعوام القليلة الماضية لتحسين شبكات الاتصالات والخدمات الرقمية وزيادة نطاقات انتشارها في الريف والحضر والتجمعات العمرانية الجديدة وأضاف التقرير أن مصر بها 75.66 مليون مستخدم للإنترنت يشكلون 71.9% من مجموع السكان أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية مشروعات صناعات التكرير والبتروكيمويات ومشروعات البنية الأساسية لقطاع البترول لدعم خطط تأمين واستقرار إمدادات المنتجات البترولية والبتروكيموية للسوق المحلية ودعم خطط عمل مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز جاء ذلك خلال رئاسة المولة للجمعيات العمومية لشركات القطاع العام الإسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيمويات المصرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل 2023-2024 في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مسجلة مكاسب الأسبوع الثاني على التوالي مدعومة بأفق اقتصادية متفائلة بالنسبة للصين وارتفع خام برينت بما يعادل 1.7% إلى 87.63 دولار للبرنيل وزادت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 81.31 دولار للبرنيل كذلك صعدت أسعار المزوت عالمياً بنسبة 2.21% لتصل إلى 3.35 دولار للتر بالمقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.8% لتسجل 3.17 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية انخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة لشهر 11 على التوالي ولأقل مستوى منذ 12 عاماً خلال الشهر الماضي وأكدت الرابطة الوطنية للوسطى العقاريين أن المبيعات تراجعت بنحو 1.5% على أساس شهري مقارنة بتوقعات خفاضها بنسبة 5.4% كما هبطت المبيعات بنسبة 34% على أساس سنوي مسجلة 4.2 مليون منزل وهي أقل وطيرة مبيعات منذ نوفمبر من عام 2010 نصل بذلك لختم وقفتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لمحمد وإيمان إليكم من جديد شكرا لك لا إلا شكرا لك